متابعي القناة مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ما تنسى اجدامنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس بيش توصلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية في متابعة لملف قضية منظر لونيسي ثم منعرج جديد في القضية علمت مصادر مطلعة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمواصلة الأبحاث المتعلقة بالتسديل الصوتي المنسوب إلى رئيس حركة النهضة بالنيابة منظر لونيسي وجاءت هذه التطورات الجديدة في الملف على إثر تعهد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات تسديل صوتي منسوب لمنظر لونيسي قبل أن تأذن بالاحتفاظ به مدة 48 ساعة مع إخضاع التسديل الصوتي لاختبار الصوت من طرف إدارة المخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية وبإنهاء أجال الاحتفاظ بالونيسي وعودة نتيجة الاختبارات تقرر إحالة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة الأبحاث مع التمديد في الاحتفاظ بمنظر لونيسي مدة خمسة أيام إضافية على معنى فصول القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وفي موضوع آخر معلومات اختيراء يكشفها العضو السابق في حركة النهضة كريم عبد السلام وين قال أن أسليب حركة النهضة فيما وصفه بالاغتيال الاحتباري وأكد عبد السلام أن حركة النهضة انتهت منذ مدة لكن هناك محاولات لتوريث العلاقات فقط مشيرا إلى أن التسريبات والتسجيلات المتواصلة تكشف الخيانات والابتزاز الذي يمارسه بعض المنتمين لحركة النهضة وفق تعبيره وأضاف حركة النهضة مارست الابتزاز على أبنائها لأهداف مختلفة منها سحب البسات وعن علاقة حركة النهضة بجبهة الخلاص الوطني قال كريم عبد السلام في تصريح لإذاعة شمسة فيم أن النهضة اتفقت مع جبهة الخلاص على ضح قواعدها وجمهورها من أجل مقاومة السلطة الجديدة مبينا أن الحركة علت على رعاية هذه الواجهة السياسية في إشارة لجبهة الخلاص واعتبر عبد السلام أن النهضة اليوم غير قادرة على تجيش الشارع بالنظر إلى معركة الأجنحة والسقوط الأخلاقي وفق تعبيره اشتركوا في القناة